والأعتقد أن الولايات المتحدة سوف تقوم بأعمال عسكرية إذا ما وجدت بأن أمن المنطقة وأمن الولايات المتحدة مهدد إن كان في العراق أو في سوريا أو في أي منطقة أخرى وأعتقد بأن إسرائيل أيضاً سوف يكون لها تأثير كبير في هذا الوضع لأنه لن تقف مكتوفة الأيدي أمام التهديد الإيراني وجدنا مثلاً في السنوات الأخيرة كيف أن إسرائيل استطاعت أن تضرب مواقع للقواعد الإيرانية في سوريا وذلك على الرغم من وجود الجيش الروسي والقاعدة الروسية في سوريا لم تتحرك القوات الروسية لردع إسرائيل من القيام بهذه الهجوم الهجومات وكان تفسير الخارجية الروسية على أنها موجودة في سوريا ليست للقيام بعمل عسكري ضد إسرائيل وليس للدفاع من العمليات العسكرية التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي أو القوات الإسرائيلية بداخل سوريا كذلك وجدنا بأن إسرائيل قامت بأعمال عسكرية في السابق في داخل العراق وأعتقد بأن هذا الأمر سوف يتم وسوف يعني يكون أكثر سرامة في المستقبل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر